توقع دراسة بريطانية حديثة أن يصل سوق أنظمة المدفعية المتقدمة خلال السنوات العشر المقبلة إلى أكثر من 150 مليار دولار ووفق الدراسة التي عدتها مؤسسة Global Data البريطانية فإن العديد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة شرعت في تبني برامج لاستبدال وتحديث أنظمة المدفعية القديمة بأخرى متقدمة مثل أنظمة المدفعية ذاتية الحركة والذخائر الذكية وغيرها سوق وعدة تحمل معها عشرات المليارات من الدولارات خلال العقد المقبل هذا ما توصلت له دراسة أجرتها شركة Global Data البريطانية بشأن أنظمة المدفعية الحديثة تقول الدراسة أن التحديات الجيوسياسية وتزايد الحروب في السنوات الأخيرة دفع العديد من الدول إلى المضي قدما في تحديث أنظمة المدفعية القديمة لتلبية الطلبات المتزايدة هو أمر سيعيد تشكيل سوق المدفعية خلال السنوات المقبلة تتوقع الدراسة البريطانية أن يصل حجم سوق المدفعية المتقدمة بين عامي 2023 و2033 إلى 153 مليار دولار على أن تبلغ ذروته في القيمة السوقية بحلول العام الأخير من هذه الفترة إلى 16.6 مليار دولار ووفق الدراسة ستقود المدفعية ذاتية الحركة التحول العالمي في مجال صناعة الأسلحة ويرجع ذلك إلى مزاياها القوية والمتقدمة بالمقارنة مع الأنظمة التقليدية من حيث القدرة على التنقل والنجاة من المخاطر إضافة إلى دقة إصابة الأهداف وتقود الولايات المتحدة هذه السوق العالمية وفق الدراسة البريطانية التي تتوقع أن تستثمر واشنطن في تقنيات المدفعية ذاتية الحركة قرابة 10 مليارات دولار على مدار العشر سنوات المقبلة كما تطرح الهند وفق ما تقول الدراسة أنظمة محلية الصنع مثل مدفعية دانوش المقطورة بدلا من الوحدات التقليدية التي دخلت الخدمة في ثمانينات القرن الماضي وبحسب الدراسة تحضر أنظمة الذخائر الذكية كذلك في هذه السوق الكبيرة ورغبة الدول الملحة في اقتنائها حيث إن استخدامها يسهل لأنظمة المدفعية تنفيذ مجموعة متنوعة من مهام إطلاق النار التي كانت في يوم من الأيام خارج نطاق المدفعية التقليدية